خلف الصورة الرسمية ثمت خفايا تعبث بألوانها الوطنية تكشفها التحقيقات التي أجرتها المحاكم قضايا غائبة في كثير من الأحيان عن سيرة مسؤولين بمناصب مهمة أو كانوا كذلك التحقيقات الجديدة بيّنت وجود معلومات تتعلق بدفع مبالغ مالية إلى وزير النفط السابق إحسان عبدالجبار من قبل أحد المستثمرين مؤكدة أنه تبين وجود مجموعة من العقارات المسجلة بأسماء أشقاء زوجة المتهم منها ثلاثة عقارات في البصرة وعقاران متميزان مساحة الواحد منهما 900 متر و14 شقة سكنية وعقار بمساحة عشرة دنومات وعقار بمساحة 600 متر بمنطقة مميزة في بغداد المتهم عبدالجبار خارج العراق والمحكمة أصدرت حكمها بحق استقدام الوزير لكنها لم تصدر أمر القبض بعد وهو ما أثار استياء ناشطين وحقوقيين حول غياب التوجيهات الحاسمة لمواجهة الفساد والهذر في أموال الدولة 21 عقاراً وثقتها المحاكم بما فعلها وزير النفط السابق وتفاصيل أخرى نتجت عن ضبط أشقاء زوجة المتهم وتبين أن العقارات مسجلة من قبل المتهم إحسان عبدالجبار لأسماء هؤلاء الأشخاص الذين هم أشقاء زوجته إذ أشار فريق التحقيق إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم والتحقيقات جارية بشأن القضية التي يرى مراقبون إنها تجذر وتعمق فجوة الثقة بين المسؤول والمواطن في بلاد بأمس الحاجة إلى نزاهة تنصف حق شعبها المحروم من حقوقه في العمل والصحة والتعليم والسكن وهل مجرى من حقوق قسمت ظهر العراقي منذ سنوات ترجمة نانسي قنقر